رفع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأصحاب السمو الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والمسلمين في كافة أرجاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى مجلس الوزراء في مجمع قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات والمبادرات حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن استعرضنا في بدايته استعداداتنا للحدث الأكبر الذي تستضيفه دولتنا في 2021 عشرة أعوام من البناء 230 ألف عامل 190 دولة مشاركة و 170 يوما لانطلاقته نحن جاهزون لاستضافة العالم في إكس بو دبي 2020 وذكر سموه نجاح إكس بو بعد جائحة كوفيد هو نجاح للعالم وتفاؤل بتعافي الحركة الاقتصادية والثقافية العالمية ووجهنا كافة الوزارات الاتحادية بلعب أدوار قيادية خلال إكس بو لتوسيع أفاق التعاون الدولي كما ذكر سموه اعتمدنا اليوم أيضا الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب والتي نسعى من خلالها لتكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية واعتمد المجلس ضمن الأجندة سياسة تنمية الصادرات الإماراتية التي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية لتصل إلى 50% من التجارة الخارجية غير النفطية كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لذوي الطراب التوحد وأدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية ضمن لائحة البناء في الدولة ومجموعة من التعديلات في الإجراءات الضريبية تسهيلا على المتعاملين ولتخفيف العب على قطاء العمال كما قرر مجلس الوزراء عفا حملات مزاولي نشاط موقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص حتى نهاية العام الحالي